اكدت سعادة سيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ان الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في اعمال الدورة العادية الثالثة وثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة البحرين جسدت ما يليه جلالته من حرص واهتمام حثيث بدعم مختلف القضايا ذات الاهتمام والمصير المشترك والدفع بقنوات العمل العربي المشترك والشركات الدولية نحو مسارات اكثر شمولا وتكملية واشادت وزيرة التنمية المستدامة باعلان جلالته عن تقدم مملكة البحرين بعدد من المبادرات للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها ومنها مبادرة تهتم بتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي كما ثمنت وزيرة التنمية المستدامة مخرجات اعمال الدورة العادية ثالثة وثلاثين قمة البحرين والتي اثبتت ما تتمتع به المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دبلوماسية حكيمة ومكانة وثقل سياسي واقتصادي على المستويات العربية والاقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر